أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن المنظومة الجديدة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر والتي سيتم إطلاقها قريبا ستسهم في وضع الموانئ ومواقع للمرينة السياحية المصرية على الخريطة السياحية العالمية إلى جانب جذب المزيد من اليخوت السياحية الأجنبية لزيارة مصر كمقصد للسياحة البحرية وخلال اجتماعه لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعظيم سياحة اليخوت في مصر بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين أكد مدبولي أهمية العمل على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات والتسهيلات في الإجراءات اللازمة تفعيل للمنظومة الجديدة لجذب سياحة اليخوت حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة إطلاق حملة ترويجية حول المنظومة الجديدة